نادي الزمالك نادي الزمالك بقى النهاردة كانت الحكاية حكاية نادي الزمالك النهاردة كانت الحكاية حكاية نادي الزمالك النهاردة لعب مباراة قدام بيترو أتليتكو الأنجولي على استاد الكهرة وكان في حاجات غريبة بتحصل في المباراة وبصراحة شديدة أول سطر أو أول جملة أو عنوان هذه المباراة الحظ العاسر يقف أمام نادي الزمالك في مواجهة بيترو أتليتكو ما قدرش أقول حاجات وقعد أجود وقعد أقول حاجات فنية طبعا كان فيه بعض الأخطاء الفنية من كارتيرون بعض الأخطاء الفنية من كارتيرون بس النهاردة الحظ ما كانش طبيعي أربع كرات في الآيم وفي العرضة غير الفرص اللي ضايع من نادي الزمالك وكورتين يروحوا بأي طريقة البيت رأتليتكو يخشوا هدفين يبقى الأمور تتأزم الزمالك يتأخر بهدفين يحاول يرجع والحظ يفضل واقف قدام نادي الزمالك في أكتر من كرة الزمالك النهاردة تعادل في آخر ثانية وتحية لروح اللاعبين وتحية لإرادة اللاعبين وتحية لاجتهادهم لآخر ثانية وأنهما ما يقسوش مع الحظ اللي ما كانش طبيعي النهاردة وخطأ من حكم أو تاكم تحكيم المباراة في الهدف الثاني ليه بيتر أتليتكو كان تسلل واضح جدا النهاردة الحظ كان سيء جدا قدام نادي الزمالك مش عايز أقعد أقول لك كان مين ينزل ومين يطلع ومين كان يخش ومين كان يشوت ومين كان يعمل الكلام ده كله الكرة فيها بعض التوفيق وبعض الحظ لو قفلت معك بتقفل فعلى أقل النهاردة الزمالك طلع بقى أقل خسائر خد نقطة بس بصراحة الزمالك يستحق طبعا الفوز طبعا كل حاجة عملت في المباراة النهاردة آه زي ما قلت لك فيه بعض الأخطاء البسيطة فردية دفاعيا وهجوميا بعض الأمور التكتكية اللي كان ممكن يتعامل بها معاها كارتين ومين بشكل حسن مش عايز أغوص فيها وكأن النهاردة نادي الزمالك أسر لا أنا مش شايف أنه حد في نادي الزمالك النهاردة أسر أوباما صحيح عمل الشوت التاني أداء ممتاز جدا وعمل مباراة ممتازة جدا لما نزل لكن بقى اللعبين برضو قدوا بشكل محترم وبشكل جيد الحظ لما بيقفل بيقفل بالمناسبة ما فيش أي منطق وما فيش أي معنى وما فيش أي سبب خالص أنه الفار لا يطبق من دور المجموعات في دوري أبطال أفريق ما فيش غير تأثير من الكاف النهاردة الزمالك الزلم في هدف النهاردة الزمالك كان فيه كرة حسب التسلل على الشكبالة فيها سازجة تحكمية مش طبعية أنه الحكم راح حسب تسلل على الشكبالة قبل ما يلمس الكرة وهو كان فيه لعب آخر هياخد الكرة ما كانش في موقف تسلل لكن هو خلاص كان رفع الرأي فيه أخطاء سازجة جدا لازم يبقى فيه فار النهاردة الزمالك بيخسر نقطتين كسم نقطة واحدة وخسر نقطتين ممكن يأثروا على مشواره في البطولة كلها ده ممكن يحصل مع الأهلي وممكن يحصل مع كل الفرق المصرية وممكن يحصل مع باقي الفرق هو الفار عدالة ليه يا وليك؟ عدالة الفرق المصرية وعدالة باقي الفرق الفار بما أنها بنتكلم على بطولة كبيرة زي دوري أبطال أفريقيا دوري 16 دوري المجموعات بيحسن فيها كل الأمور لازم يبقى الفار موجود من دور المجموعات ما فيش أي خلاص احنا مع التطور اللي بيحصل في العالم كله الفار ما بقاش ينفع يغير في أي مباراة الموضوع ما بقاش اللي هو إيه مرة آه مرة لا هنبدأ من دور الثمانية لا هنبدأ من دور الأربعة ما فيش الكلام ده ما بقاش ما بقاش حاجة كده اللي هو إيه انت بتدهاني كسيرفز كخدمة لا دي بقى الضرورة بقى يعني انت عندك حكم أول وحكم تاني وحكم مساعد وحكم مش عايف إيه ومعاك فار لازم فار ما دي مش انه ينفع ولا ما ينفعش فأنا شايف بس انه الكاف لازم يتحرك في هذا الأمر بشكل كويس عشان الأمور يتعايد لحالها وتبقى الأمور أفضل بكسير في الفترة اللي جايب